كان بالإمكان أبدع وأحسن مما كان تعادل اليوفانتوس مع ليل على أرض واحد واحد للأسف فوز ضع من إيدينا يعني إحنا رحنا وفعلا نقول هارد لوك يعني إلى حد ما أنا شايف أن الفريق لعب بشكل جيد سواء الشوط الأولاني أو الشوط التاني ليل أنا شايف أنه كان بيلعب على التعادل حتى باين جدا من هما لما خطفوا الجنو بقول خطفوا لأن هما مراحوش كتير هو اللي كان عامل إزعاج كبير يمكن هو زيجروفا وتحديدا الشوط التاني خد على نفسه ثقة جدا بعد ما عد من كبال كذا مرة خد ثقة كبيرة في نفسه وأرعب المدافعين وشوت كامشوطة لكن بخلاف الكامشوطة اللي منهم طلعت كورنر واللي منهم صدهم يعني دي جريجوري وكان مصدر إزعاج أعتقد هو الهدف الأولاني كان خطف برضو من زيجروفا فهو اللي طار من وراء كبال وكبال يعني كان مفروض يعمل له أي عرقلة زي ما هو شده كان مفروض يشده قبل كده ولكن هو تعلم في تاني كورة ولكن الكورة الأولى يعني كانت هدف عكس اتجاه المباراة وسير المباراة الشوط الأولاني كان كله لليوفانتوس هدف ملغي لكوب ماينرز في البداية تسلل على فلاوفيتش للأسف وهنتكلم على كوب ماينرز في الآخر لأنه واضح ان الموضة الجديدة الحفلة الجديدة هتكون كوب ماينرز بعد الضحايا الجديدة يعني كوب ماينرز بقى هتبقى الموضة الجديدة في التشجيع ان احنا هنشتم في كوب ماينرز وانه مقلب وانه شربناه المهم انا عارف الكلام ده مش هيهاجم كتير ولكن انا اللي بقول المختنع بيه واجري على الله فهنيجي نتكلم الاول كان فيه هدف ملغي لكوب ماينرز شوطة من شوطة جيد وكان بيلدينج اوب صح باختلق يعني من يالدز لفلاوفيتش ولكن فلاوفيتش كان متسلل بعدها على طول حصل الهدف عكس الاتجاه من جوناثان ديفيد وبالمناسبة جوناثان ديفيد ناس برضو طائرة بيه جدا هو واضح انه هو مهاجم جيد ولكن انا ما انبهرتش به اوي يعني هو جيد وكل حاجة ولكن النهاردة انا ما شفتش انه هو المهاجم اللي عمزعج او يعني حاجة مرعب الحراس يعني انا بالنسبة لي النهاردة كان اللي لفت النظر فعلا هو زيجروفا من ليل نبتدي نتكلم على التشكيل لانه كان هو المشكلة كلها في التشكيل الاساسي يعني سبحان الله التشكيل كان جيد جدا وتقريبا مسبت نفسي تشكيل ماتشو اودينيزي وكان عجبني الموضوع ده ولكن كانت عندي ملاحظة وهي دي الملاحظة اللي احنا دفعنا تمانا ان هو يعني بدأ بدي جريجوريو ماشي كالولو جاتي مساكين ماشي بدأ بكمبياسو يمين بدل سافونا وما بدأ بكبال ناحية الشبال بدل كمبياسو وهي دي الاشكالية اللي كانت عندي ان انا كان نفسي يبدأ بكمبياسو زي ما هو شمال وسافونا يمين ناس قالتلي لا ده هو علشان عايز كبال دفاعيا بالعكس هو كان عايز كمبياسو ناحية اليمين يبقى فاتح جابها مع كونسيسا وهو ده اللي كان عمله الشوط الاولاني ولكن للأسف كبال دفاعيا ضعيف جدا 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 ويمكن قطاع اكتر مرة في اكتر من لايف ان الناحية الدفاعية والشق الدفاعية عند كبال سيء وحتى عشان كده كنت دايما بقول انا اعلان منه ما ينفعش يعتمد عليك قلب دفاع لان لو قلب دفاع بيتعدى منه بسهولة واحنا شوفنا زي جروفا عادة منه كم مرة يعني بطريقة يعني كان شوارع كبال كان شوارع فكانت هذه المشكلة عندي ان انا كنت بقول نفسي كان سافونا يبدأ يمين وكمبياسو يبدأ الشمال زي ما هو لكن كمبياسو ناحية اليمين بيفقد كثير من قوته هو بيكون الميزة واحدة ان هو بيعمل كوفر على كونسيسا ويمكن هو ده اللي كان عايزه نيجي بعد كده كان في خلط الواسط ترام مع لوكاتيلي انا شايف يعني الكمبيانيشن دي حلوة قدامهم كوكماينرز اللي انا شايفه كان متحرك بشكل جيد وكان بيساعد الدفاع بشكل جيد ولكن طبعا اللي يعني لازم ايه الافيا اصلي على دوقتي اللي بيحكمنا في الحكم الافيا والترند وان احنا نعيش الدور ازاي يعني اغلب او بنشوف كم حد بيقوله ايه وبنمشي ورهم المهم ما علينا نكمل على بقية التشكيل يالدز ناحية الشمال كونسيسا وناحية اليمين ووفلوفيتش في الهجو تشكيل جيد جدا انا شايف ان اغلب اللاعبين قدوا بشكل جيد ولكن كانت الثورة التكتيكية كان موضوع كان بيسا وكابال وفعلا احنا دفعنا التمن بهدف لجوناثان ديفيد من ناحية كابال يعني كانت تغطية سيئة للغاية يمكن انا كنت شايف ان الشوت الاولاني كان مبشر لشوت تاني جميل وفعلا كان الشوت تاني احسن وكان فيه التزام تكتيكي بشكل اكبر لعبة جميلة من اول خطر جاي علينا دي جريجوريو يلعبها بايدو كامبياسو كامبياسو الجوكر يعني الواحد مش هيعرف يمدح مش هيديله حقه في المديح زاد بشكل جميل وراوغ وعمل بينية الكونسيسا وكونسيسا وبرده لعب يعني رائع حتى لو كان في الشوت الاولاني مفقوس اللاعب وفي ناس كانت كتير بالطالب ان هو يتم تبديله وده اللي يدل على عدم الصبر في اغلب الجماهير زي ما احنا مش صابرين على كوب ماينرز ولا على تيجو موتها وعلى مش هنفتح كارتوله ولكن خلوني ساكت علشان انا على اخري بصراحة مع التعدل ده لان بجد اتحرق دمي في التعدل ده لان احنا فعلا كلينا 3 نقاط ولكن للأسف ليل طلع بالنقطة اللي هو كان عاوزها ولكن معلش لسه المشوار طويل وربنا يكرمنا فالفكرة كلها ان كونسيساو دخل وروغ ولبس او هو مش لبس هي ضرب الجزاء طبعا بس هو بمكر وذهاء وحرفنة روغ ولقى نفسه في موقف يعني اتعمل له عرقالة او خبط في اول لعيب موقعش نفسه ولا بروزها للحكم وخلاص تاني بقى مرة شال الوقت بقى شاله خالص وكانت قدام الحكم يعني ضربة جزاء لها يعني جهارا نهارا لها غبار عليها بأي حال من الاحوال فلاوفيتش يعملها واحد واحد بمنتهى الهدوء وتخيلنا ان الدنيا تبقى حلوة وكان فعلا الدنيا بتاديت تتحسن وبتادينا نروح ولكن كان يعني عندي هو الطلب الوحيد منت يا جمعتها ان هو يطلع كباله ويلزل سافونا يخليه مين وإيه اللي بكان بيصه شمال ولكن هو عمل مع ده حزم التغييرات يعني نزل معه سافونا نزل تيموثيوية ونزل مكاني وطلع في لاوفيتش وطلع تورام معه كبال وبصراحة ربنا انا التغيير ده ما عجبنيش خالص يعني انا ما شفتش اي اضافة لا من تيموثيوية ولا من مكاني بالعكس انا شايف ان المستوى الفريق هدي بشكل كبير يعني هو كل اللي عمل انه خلى طلع تورام نزل بدله مكاني مركز بمركز وخلى يزيد لقدام شوية وخلى يعني يقلب يلدز تقريبا مكان في لاوفيتش خلى تيموثيوية يمسك مكان يلدز يعني خلى تقريبا اربعة واحد اربعة واحد بتقديم مكاني مع كوب ماينرز وشمال تيموثيوية تيموثيوية ويمين كونسيساو زي ما هو ويلدز يعني لو عايزين تقوله مهاجم او راس حربة واهمة ايا كان المهم منلعب من غير راس حربة صريحة الموضوع ده استمر انا ما شفتش اي تغيير وبالعكس كان فيه درجل يعني انا شايف ان مكاني مقدش مطش بشكل جيد ولا تيموثيوية لا اضاف لا دفاعيا ولا هجوميا ولا مكاني اضاف دفاعيا ولا هجوميا وحتى يعني خطورة كوب ماينرز قلت بشكل كبير ويمكن شاط شوتين يعني هو جاب هدفين بداعة تسلل لتلاجوة يعني فيه هدفين جابهم تقريبا مش كربونا ولكن نفس التعريضة ومن جوه المنطقة شطها بشكل جيد جدا واحدة بشماله واحدة بيمينه والاتنين اتحسب وتسلل للأسف جات له كورتين في الشوت التاني بقى اللي كان مفروض يعني هيتحزبه ولكن للأسف شطهم بشكل يعني ما لبسيتش في وش رجله بشكل جيد او في رجله عمتا يعني من المكان ما بيشوت بشكل جيد فكان شكلهم واقش وللأسف ما كانوش طبعا بخطورة الاتنين الاولانين يعني مش فرص محققة ولكن يعني كان اللي مأمول من كوب ماينرز اللي هو يشوتهم بطريقة احسن ولكن هم دول يمكن الفرص اللي اتيحت من كوب ماينرز ومحاولات من كونسيسا ومحاولات ان كان بياسه يزيد لحد ما نزل برضو من بنجولا بدل يلدز انا شايف برضو من بنجولا كان فيه كم كرة ممكن يتصرف فيهم احسن ولكن من بنجولا النهاردة كنت حاس ان هو فايق شوية يعني النهاردة من بنجولا لو كان نزل بدري شوية كان ممكن يؤدي بشكل سيء احسن ولكن انا تغييرت ويا وما كان يدول انا ما كنتش معهم خالص يعني انا شايف تورام كان ممكن يؤدي بشكل احسن مع المجموعة اللي نزلت ونفس الحوار فلاوفيتش انا مش شايف ان هو كان سيء للغاية بالعكس شوط يعني كان بيحاول يكون ايجابي شوط كان مركز الى حد ما النهاردة حتى عمل الاسست او كان اوف سايد بس عمل اسست اللي في كوب ماينرز وتحسب تسلل ولكن اللي انا اقصد عليه ان بصراحة ربنا النهاردة برضو تيجو موتا ما عجبنيش شوية في التشكيل ولما جي في التغييرات برضو ما عجبنيش في بعض التغييرات يعني كان ممكن يبدأ بسافونا كابل ويصبر شوية تلات تغييرات دفعة واحدة عملوا تغيير تغيير كتير في ارض الملعب وانا شايف ان التغيير كان للاسوأ يمكن بعد كده من بنجولا لما نزل كان فراش اكتر وابتدى المطشي يتحرك شوية كان ليه اللي ابتدى يتقدم شوية يعني كان ممكن كان في كورة كده كونسيسة ومن بنجولا ضغطوا على المدافع طولت من بنجولا شوية يعني كان ممكن يكون فيها كلام تاني وفي كورة برضو جدت يعني الغباوة في الاخر يعني جدت عمل هجم عن ترية كده طلعت يعني كانت هجم خطر جدا دخل هو زي القطر خد الكورة وطلعها يعني ضربة مرمى يعني كانت مستفزة شوية والمطش في العموم انا بصراحة ربنا شايف ان احنا كنا نستحق باي اخطاء من تياجو مطة في تشكيل او في تغييرات او اي بعض لاعبين مش في مستواهم ولكن انا كنت شايف ان احنا نستحق اكثر من التعدل بكتير يعني هما يا دوبك هوية الكورة اللي جابوها بتوع جونسان ديفيد دي خطفوا الجن ونموا عليه وبعد كده احنا اتعدلنا كان مفروض ان احنا نفوز ولكن قدر الله وما شاء فعلي يمكن انا النهاردة جابتي يعني دي جريجوريو نحكم سال لعيب لعيب انا دي جريجوريو النهاردة عجبني ما كانش واقش كل الاختبار تقريبا نجح فيها والجن من ناحيته ما كانش يعني كان خلاص انفراض ما يتعملش فيه قوي حاجة يعني لو كان صده كان هنقوله اللابس هي يعني متشاطف في ارتفاع ومن مسافة قريبة ما يعمل لهاش حاجة وبقوة ما يعمل لهاش حاجة جابتي كلولو انا النهاردة كلولو النهاردة كان جيد ولكن النهاردة كلولو كان مش في قمة تركيزه بصراحة النهاردة كلولو في كازاميسبوس كان بيزيد بطريقة يعني يعني بيزيد بعشوائية شوية النهاردة كلولو طبعا جيد وهو صمام الامان حاليا في الدفاع المهالهة اللي احنا محتاجين له قلب دفاع ولكن حقا ربنا كلولو من اقل الموتشاط معنا جابتي كان جيد ولكن برضو كان ليه بعض الهدواء هفواد كان بيسه طبعا سواء في اليمين او بيقل خطورته ولكن حقا ربنا مقدرش اقول حاجة وهو سبب مباشر للهدف هو سبب مباشر للهدف التعادل من ضربة جزاء كبال النهاردة انا شايف ان هو مقدش بشكل جيد خاصة دفاعيا وحتى هجوميا انا ما شفتلوش بصمة قوي فانا ما اقدرش اقول ان كبال النهاردة قد بشكل جيد تورام لوكاتيلي انا شايف لوكاتيلي عمل موتش لا بأس بيج يعني عنده اوحش من كده وعنده احسن من كده موتش افرج الى حد ما وتورام انا شايف ان هو بيتحسن مع الوقت شوية بشوية يعني حقا ربنا تورام شوية بشوية بياخد بيسبت رجليه في الملعب انا النهاردة ما كان شوائش تورامه عشان كده برضو نقولت يعني تغيير غريبة شوية ما كاني بتورام بالعكس انا تورام كنتم مستني منه شوطة يعني النهاردة ما كاني في اخر دقيقتين برضو بيغير تغيير الملعب زبالة قطعت يعني كان بيغير على كونسيساو طب كونسيساو اي حاجة يعني اي حاجة في الهوى مش هجبها ومنزله لعيب اللي اسمه باكر ده ولا ايه تلاتة متر يعني الوقت جنبيه يعني ترانزيستور خلص فانت جايب يعني بتغير تغيير الملعب دي الكونسيساو ماشي انت عايز تؤديها الكونسيساو غير على الارض انقلها من واحد للتاني لغاية ما توصله لكن عمل تغييره كده هوائية بصراحة ربنا كان قرار في منتهى الغباء من مكاني مع ان هو ما بيشوتش مع ان يعني بصراحة ربنا كان تورام احسن بكتير وبصراحة ربنا تيموثيوية برضو ما اضافش اي اضافة الشوت التاني فدي التغييرات سافونا يعني من لا يقايم او عمل اللي عليه من ان ما قدرش اقول عليه حاجة لا حلوة ولا واحشة يعني افريج برضو يعني يمكن الفريق كله كان افريج حتى يلدز حتى كوب ماينرز حتى فلاوفيتش يعني هو يمكن الاثنين اللي نقدر نقول ان هم فعلا كانوا مؤثرين لليوفنتوس وكانوا العلامة الفريقة كان كامبياسو وطبعا كونسيساو خاصة الشوت التاني كونسيساو يعني الشوت الاولاني برضو حاول يفوت كم مرة معرفش ولكن الشوت التاني يقدى بشكل جيد بشكل كبير الخلاصة ان احنا يعني كل اللي اقدر اقوله هارد لك لكل اليوفنتيني كنا نستحق فوز ولكن قدر الله ومشاء فعل لسه المشوار طويل في عندنا باريخة امل في حاجات كتير ما نقدرش نقول غير ان احنا الحمد لله بقى الفريق عنده شخصية او بتتكون له شخصية شيئا فشيئا انت بتسيطر على الكورة انت هناك في ليل وانت اللي طريبا مستحوز على الكورة طول المتش انت دايما عندك احساس انك هتجيب جون او عندك احساس انك بتروح للجون الحاجات دي ما كناش بنحسها وكانت الشخصية مفقودة بشكل كبير الحمد لله دي نقاط ايجابية مع الوقت ان شاء الله ستثمر ولكن محتاج شوية صبر ولكن انا عارف طبعا ما بين المحنيكين وبين الجزعين وبين بتوع الترندات يعني احنا واقعين بين الكلام ده كله ولكن احنا من لاش دعو احنا بنقول فورت زيوفي ومنشجع ليوفانتوس وصبرين مع الفريق للنهاية وان شاء الله بإذن الله نهاية المسلم تكون نهاية خير لنا ونمدسط كلنا بإذن الله الاول مرة يشوف القناة دي مش قناة بس عن اليوفانتوس او عن الكورة لا فيها كلام طبي وكلام عام كل حاجات موجودة في القوام ارجعوا للقوام يا رب تكون قناة ممتعة ومفيدة للجميع ولو لا تستعقل اشتراك بتنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد بذكر نفسي بذكركم بدعال اهلنا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان ولكل المستضعفين في كل مكان مبنون شغير حزبون الله ونعمة الوكيل والله المستهى ربنا دينا العمر والصحة ونشوف بعض على خير سواء اللايف الجاي او الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته